كل شيء جاهز للعرس العربي على أرض الجزائر فرغم قصر المدة التي أسندت فيها المهمة لها لاحتضاني هذا الحدث الرياضي العربي الهام وهو الألعاب الرياضي العربية الذي ستحتضنه في الفترة الممتدة من الخامس إلى الخامس عشر من جوليا كل الاستعدادات التنظيمية والرياضية جاهزة لأكبر حدث رياضي عربي من أجل ضمان تحقيق نتائج إيجابية تضاف لنجاح البهري في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 وكاسي العرب للناشئين وبطولة شاني 2023 وكاسي إفريقيا للناشئين 2023 تحت شعاري بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي وبمشاركة 22 بلدا لأزيد من 3000 الرياضي في 20 تخصص وعلى مداري عشرة أيام ستكون خمس ولايات على موعد مع احتضان هذا الحدث العربي في نسخته الخامس عشر وهي الجزائر العاصمة قسنطينة عنابة وهران وتبازا عشية الحدث الجزائر على أتم الاستعداد لاحتضان منفسة بمنشآت رياضية وهيكل استقبال بمعايير دولية ركبت منسقات الألعاب وثبت الشعار أما شوارع الولايات المستقبلة فقد تزينت براية الدول المشاركة الافتتاح الرسمي سيكون يوم الخامس جويديا إلا أن منافسة كرة القدم انطلقت بداية من اليوم أين سيكون الخضر على موعد مع عمان بملعب التاسع عشر ماي بعنابة لتليها بقية المنافسات الرياضية الموزعة على الولايات المعنية كل الأنظار موجه شطر الجزائر التي لم تتوانى في إبراز مقاوماتها وإبداع منظميها وكفاءتها في احتضان مثل هذه التظاهرات من خلال تجاربها السابقة لذا ستكون الألعاب العربية فرصة جديدة لمواصلة التحدي ورفع رهانات جديدة كما تعتبر فرصة للتقرب بين مختلف البلدان العربية المشاركة في الثقافة والعادات